تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من النقاش كوراوي اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد كل يوم خميس نرجع لهذه الحلقات بعد الوعك الصحية اللي منعتني منها اسبوعين وعشان نرجع وعشان خلاص دخلنا الجولة الدولية قد خلوا الموضوع خفيف إنه يا أخي تعالوا نحكي لبعض أنا بدأ أحكي لكم إنه شو أكثر إشي نفسي يتغير بكرة القدم أو الشي غلطين مش واحدة وإنتوا بعدين حكوا لي بالتعليقات شو أكثر شي نفسكم يتغير في كرة القدم الشي الأول أنا جد نفسي فيه تريد بكرة القدم البلانتيات ما لهاش معنى اللي هي مثلا تكون كرة عالية بالهواء بعيدة عن منطقة الجزاء أو على الطرف هيك منطقة الجزاء الصندوق من هناك لاعب تلمس إيده بلانتي إنه طب ما هي مش فرصة ولا هجمة ولا شيء أو ليش تتحول من احتمال تسجيل جزء يعني واحد بالمية لا احتمال تسجيل تمانين بالمية وتسعين بالمية كراكل الجزاء أو إنه هذا اللاعب اللي بيكون معطي ظهره أصلا للمرمى وبدو يطلع بره منطقة جزاء فبروح المدافع لامسه فبروح واقع ركل الجزاء يعني تحويل عدم الخطورة لخطورة مطلقة مش منطق مش منطق بكرة القدم أنا هذا الشي كثير نفسي يتغير بكرة القدم خلص يعني صير فيه شوية يعني إشي بشبه كرة السلة وحكيتها بحاقة نقاش كرة وسابقة إنه شي سي كرة السلة يعني ما يكون الهجمة إيجابية فعال شوي تنحس بركل الجزاء أما ما هبى ودب كله ركلات جزاء كثير فيه بطولات وكثير فيه مباريات مهمة راحت من هذه الركلات اللي هي الركلات ملهاش معنا اللي أصلا لو ما فيش دفاع كانت مش خطيرة يعني هذه أنا بصراحة نفسي تغير أنا كدبت تستفزني وبحسها إنها ظالمة جدا في كرة القدم الجزاء الثاني اللي أنا حابة تغيرها في كرة القدم وشوي شوي لما زادت المباريات اللي تنبثنا بلاشت أحس إنه جد صار لازم زمان يعني خير نحكي لقبل 2004-2005 كان يبثنا مباراة في اليوم مبارتين إذا يعني كنا مبسوطين في ذلك اليوم فكان طبيعي تكون طول المباراة 90 دقيقة الآن في كرة القدم صار في اليوم الواحد عدد مجنون المباريات هتجي تقول يوم السبت أنت يوم السبت أنا من الثلاثة الظهر متلا بتوقيتي في الإمارات لآخر اليوم الساعة دنتين بالليل مباريات 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 والإبريكات عشر دقائق ربع سهب شيء مرهب أو شيء بيخليك شوي شوي إنك تفقد الشغف يعني إنه كثير كثير المباريات فربما فكرة تقليل وقت المباراة هو فكرة منطقية يعني اللي بيصير بتسعين دقيقة لو نجلنا يصير بسبعين دقيقة تصير مباراة خمسة وثلاثين دقيقة ليش لا؟ اللعب حيتعبوا أكثر بدل ما إنهم مثلا ينشروا طاقتهم ويوزعوها على تسعين دقيقة يوزعوها خمسة وثلاثين ممكن هيك يكون الحل بس طول المباراة الحالي مع كثرة المباراة اللي بتنبثلنا بصراحة يعني بفقد الموضوع المتعة ممكن البعض يجيوا لي ما هم بإنجلترا وإسبانيا وألمانيا مزينا يعني بيحضروا أساسا مباراةهم وما بيحضروا مباراة دوريات ثانية صحيح لكن الكرة القادمة أصبحت عالميا والجمهور اللي هو أكبر في الدنيا يعني هو مش الجمهور اللي بيحضر هذين المباراة بس هو الجمهور المنتشر اللي بيحضر كل شيء فربما تقليل وقت المباراة يعني لو عشر دقائق هيفرق كثير معنى إنه نقدر نحضر المباراة بتركيز كامل نحضر المباراة بتشغف كامل حتى سرعة المباراة بيكون أكبر طاقتها أكبر فكرتها جس النبض بخمس دقائق كل شوت بتروح ممكن ذلك هذه مجرد أنا شغلتين نفسي أشوفهم يصيروا بكرت القدم بيجي دوركم الآن تحكولي شو نفسكم يتغير بكرت القدم وإعملوا تاقل أصحابكم خليهم يحكوا أيضا عننا شو هو الشي اللي نفسهم يتغير في كرت القدم أيضا نوصل هنا نهاية هذه الحلقة كنت معكم أنا محمد عواد موجود في سبوك تويتر انستغرام وضروري جدا نتابعوني حسير في سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله